إيطارة، فتاة أفغانية ترتدي لباس الصبيان منذ أكثر من عشر سنوات متنكرة لتتمكن من مساعدة والدها بسبب ديون مالي عليهم تسديدها عشرات الفتيات الأفغانيات يخفين هوياتهن لأن المجتمع لا يسمح لهن بالعمل والحركة بحرية إيطارة تستيقظ من السابعة صباحا لتحضير قوالب الطوب جاثمة على الأرض تحت أشعة الشمس الحارقة حتى الساعة الخامسة مساء مرتدية بانطالا فطفاضا ومخفية شعرها القصير كي لا يكتشف أحد سرها إيطارة واحدة من عشرات الفتيات الأفغانيات اللواتي يخفين هويتهن كي يتمكن من العيش في مجتمع يعاملهم كمواطنين من الدرجة الثانية الظروف الصعبة والديون المالية اضطرت إيطارة للتنكر بزي صبي لأكثر من عشر سنوات لتعيل أسرتها وتساعد والدها في العمل فأصبحت الإبن الذي لم يولد هذه الظاهرة تعرف في أفغانستان باسم باشا باشي وهي تشير إلى الفتيات التي يرتدينا ملابس صبيان لدى باشا باشي تاريخ طويل في أفغانستان حيث تقدر قيمة الأولاد أكثر من البنات وغالبا ما يقتصر دورهن على المنزل ويتنكرنا الفتيات حتى لا يتعرضن لمضايقات وللتمتع بحرية أكبر بالعمل والتنقل أشتاق لشعري الطويل كلمات تتردد في عقل إيطارة طوال الوقت وهي تصنع خمسمائة طوبة في اليوم لتذكرها بهويتها الأصلية التي تداريها وراء الظروف الصعبة ترجمة نانسي قنقر